الجيل الخامس ثورة جديدة في عالم الاتصالات والأجهزة الذكية تصل البلاد بعد إصدار رخص تشغيل من قبل وزارة الاتصالات لشركات الهواتف بدأت الأخيرة بنصب الهوائيات الخاصة في أكثر من 500 موقع بهدف الانطلاق بالتقنيات الجديدة 5G أول إشياء هي أحدث التقنيات موجودة حالياً في الشبكات سرعة الشبكة هنا نحكي على نقل معلومات بما يساوي 1 جيجا بيت للسكند يعني أسرع بأكثر من ألف مرة من الموبايلات العادية اللي هي تقاس حسب الميجا يعني لما إحنا منتعامل بالإنترنت اليوم المكسيموم ممكن نقدر ناخده حسب مش كل الشركات تصدق بين 100 ميجا حتى 500 ميجا اللي بيحكوا عليها بهوت بس مش دائماً ضحيحة أما لما إحنا منحكي على 5G إحنا منحكي على سرعات تتجاوز 1 جيجا وأعلى شو الإشياء اللي منح في هذا الموضوع أولي شي التردد تبعه جداً جداً عالي بقدر يتواصل مع كتير شبكات اللي موجودة إحنا اللي منحكي عنه الإنترنت الأشياء يعني عملياً إذا كان في 4G كنا منظر نتواصل مع مئات أو عشرات اللي منظر نتواصل مع ألاف من الأجهزة الموجودة اللي احنا منتعامل معها مثل الكاميرات وأي شي تاني اللي مثل السينسورز اللي احنا منقدر نتلقى منه معلومات يعتبر الجيل الخامس أكثر سرعة من سابقه الجيل الرابع إلا أنه بسبب ضعف البنى التحتية في البلاد وشح الأجهزة الداعمة للتقنية الجديدة في هذه المرحلة عرض قليل من المستخدمين فقط سيستطيعون الولوجة للعنظمة الجديدة إلا أنه ورغم هذا يتفاعل اليوم المختصون من الانتقال للجيل القادم من الخدمات أي شركة أو دولة في العالم ما بتركب الفايف جي عمليا هي رح تخسر السبق الصناعي والتقدمي وكل شيء له علاقة بالتكنولوجيا الحديثة اللي ممكن توصلها للمنصات الجاي وتصير هاي الدولة من الدول القمة من ناحية التطوير التكنولوجي بالذات قضية السيارات الذاتية القيادة والأقمار الصناعية وحتى في الحروب لما إحنا منتحول من من سرعة الانلاين للريل تايم باعتقادي رح يشكل ثورة كبيرة وراح يصير عليه أقبال كبير وراح من ناحية سرعة الانترنت بتصير دابل عشرة من أسا من الفور جي وهيكا بتوقع مرحلة جديدة في عالم الاتصالات من المتوقع أن تساهم في تطور ونمو القطاعات كافة تحديدا في مجال الصحة ما يمكن الأطباء من إجراء عمليات جراحية عن بعد عبر التقنية الجديدة ما يوجه العالم اليوم نحو تطور مذهل لخدمة البشرية